خلينا دلوقتي نأخذ على التلفون أستاذ حسيم هزاء عضو تحدي الغرف السياحية نتحدث معه عن امتداد السياحي الحاصل في مدينة العالمين وتأثير ده على السياحة في الساحل الشمالي بوجه عام أهلا بحضرتك أهلا أستاذ هدير الحقيقة طبعا من الواضح يعني خلال حجوزات الفنادق وإحنا شايفين الرؤية دي في القطاع السياحي أن الفنادق مية في المية فولي بوكت الإفنس الرياضية والتنوع اللي بيحصل بالإضافة للأحداث والحفلات والأغاني والمسرح طبعا فيه أنا أسمعني فيه حفلة عمد الدياب نهاردة تقريبا أو فيه حفلات كتيرة مقاومة هتبقى فيه يعني لو فيه حد مش موجود عنده إمكانية في الفنادق موجود في الريزورت تاني هتيجي الناس دي وممكن الناس تيجي من دول قريبة مننا دول عربية بالطيران الشارتر بقى فيه عندنا مطار العالمين فيه مطار مرس مطروح فيه مطار بورج العرب في اسكندرية ده كله برضو هتبقى فيه ناس مقيمة وهتيجي تحضر الإفنس والحفلات دي فده بيشجع السياحة وطبعا نجم كبير بيعمل كونسرت أو حفلات بنجوم كبيرة في الوقت ده بتسمع مش في مصر بس لا في مصر وفي الدول العربية وفي الشرق الأوسط وحتى للمصريين اللي في الخارج قاعدين في دول أوروبا إلى آخره فده بيزيد من التشجيع على الإقبال على مدينة العالمين والساحل الشمالي وطبعا المطارات بتساعد في عمليات الجزب السياحي لانه ممكن السيران الشارتر ينزل مباشرة وفي نفس الوقت زي ما حضرتك ذكرت الاستثمارات بتزيد من الاستثمار السياحي العقاري كل ما زادت عدد الغرف الفندقية يعني احنا عايزين نوصل لعدد كبير من الغرف الفندقية محتاجين مثلا 25 ألف غرفة 30 ألف غرفة فندقية في الساحل الشمالي مباشرة على شواطئ دي هتبقى فيه الطيران بييجي مباشرة يعد أسبوع ويرجع الساح ويجيب غيره وهكذا فهيجي لنا السياح العرب والسياح الأجانب والسياح التائل حسام عايزة توقف معاك عندما سألت مطار العالمين وازاي افتتاح مطار العالمين ويمكن كنا لسه شايفين زيارة لوزير الطيران المدني هناك والوقوف على كل يعني اللي بيحصل في المطار وتطوير المطار وافتتاحه وقد إيه ده فرق في يعني سهولة مجيء السياح لمدينة العالمين ووجود طيران مباشر من دول عدة هو حضرتك طبعا احنا زي ما احنا شايفين النتيجة لو بنتكلم عن ريزورت طبعا هيفرق لان الفنادق فولي بوكت خلاص فالتيران لو هيجي هيجي بناس تنزل في الريزورت الموجودة السياحية الفنادق فولي بوكت لو فيه تيران شرطر وحجوزات بالنسبة للناس اللي هم هنازلينه في السياح العرب وبعد السياح الأجانب في مطار العالمين مباشرة هيجوا إذا ما كانش فيه هيبقى في مارس عالم إذا ما كانش فيه في مارس عالم إمكانية هيبقى فيه في مطار برج العرب ويجوا بترانسبورتيشن وانتقالات مباشرة لمنطقة العالمين فأكيد الطاقة الاستعبية كلما زادت الطاقة الاستعبية في مقاعد الطيران وزادت الطاقة الاستعبية في عدد الغرف الفندقية هيزيد عدد السياحي يعني احنا لو عندنا 30 ألف غرفة فندقية في منطقة الساحل الشمالي والعالمين دايركت بأنواع مختلفة يعني 2 ستار 3 ستار 4 ستار 5 ستار احنا ممكن يوصل لنا ملايين كذا مليون سايح بيوجدوا في الصيف وممكن على امتداد العام الى منطقة الساحل الشمالي والعالمين لان غير المهرجان طبعا ان هو مسمع كويس جدا بس هتبقى فيه ناس متواجدة بصفة مستمرة بتمارس أنواع معينة من الرياضات الجو بتاعنا مناسب جدا الشواطئ في البحر أبدا اللون الميا نفسه مختلف مسبقة السيرف بقى اي مسبقات رياضية فيه مؤتمرات على مدار العام دا طبيعي هيقام في الفنادق سهتبس لقى نسبة الاشغال طوال العام بالنسبة لمنطقة العالمين وطبعا دا يساعده المطارات اللي انا ذكرتها حضرتك اللي هو مطار العالمين ومارس مطروح بورج العرب صحيح يمكن عندنا في شهر تسعة مؤتمر خاص بالطيران في بداية شهر تسعة فمسألة استمرارية الوجود داخل مدينة العالمين دي نقطة مهمة جدا انه ما يبقاش الموضوع شهرين الصيف ويمكن دي نظرة المستقبلية السياحية للمدينة واللي تقدم الاقتصاد السياحي بشكل كبير حيث شايف ازاي تم الترويج لده عالميا علشان نقدر نستفيد من هذه الوجهة السياحية الهامة جدا على سحل البحر المتوسط زي ما تم الترويج والتسويق سابقا شرم الشيخ والمؤتمرات في منطقة شرم الشيخ وبعدين الحمد لله مصر ومنطقة السحل الشمالي والعالمين منطقة امنة ومطار العالمين كذلك او مطار مارس مطروح زي ما بقول لحضرتك هو يتم تسويق مؤتمرات بشكل دوري في البورصات العالمية وفيه شركات متخصصة في المؤتمرات مؤتمرات بقى زي مؤتمر الملاح اللي كان معمول في شرم الشيخ او المؤتمرات مثلا اقتصادية او مؤتمرات طبية للشركات الكوربريت اللي داخل مصر او خارج مصر جايين بيقضوا وقت ويبقى طبعا دايركت على البيتش والبحر وفي نفس الوقت عندهم كافة السيرفز وكافة الخدمات اللي موجودة وعايز اقول الزكاء الاصطناعي والتكنولوجي العالية وكل حاجة بقت متوفرة والموز وكل حاجة فممكن يبقى الاستمرار في عرض المعارض او قفل المؤتمرات بشكل مستديم بالاضافة الى ان التيران الشرطر هينزل لأفواج معينة ويجيبها منطقة العالمين والفنادق اللي هناك كمان احنا المسابقات لو فيه مسابقات يعني دلوقتي معمول مثلا مصابقات سباب الهيجن لو فيه مسابقات رياضية تانية او بطولات دولية هتتعمل هناك او بطولات رياضية او مسابقات يعني فيه ممكن تتعمل في المستقبل مثلا ان احنا عندنا الانفراستركشور بقت ممتازة جدا البنية التحتية الضرق كده لو عرفنا نقدر نجيب مسابقات دولية تبقى في المنطقة هناك او في مصر كلها زي المسابقات اللي تبقى السباقات اللي في كل دول العالم نقدر ننفس ده على ارض الواقع بالتسويق الممتاز وفي نفس الامكانيات اللي عندنا نقدر نعمل كده وبعدين المستثمرين او الصفقات العالمية اللي بتتم مع سواء رأس الحكمة او ساوت ميت دي برضو بتسمع كتير للاستثمار داخل مصر وبالذات في المناطق دي وبتكذب استثمار سياحي كبير فممكن تبقى فيه المؤتمرات والمعارض بشكل مستمر او زي المهرجان اللي موجود ده لو يخطط السنة الجاية اعتقد هي مجرد فكرة مهرجان برضو بس الدول الاجنبية الكونسرس وحفلات لناس اجانب هيجوا الفولورز الطوع من اوروبا واوروبا قريبة جدا بالتقران الشارتر يحضروا حفلات بقى زي ما كان بيحصل حفلات لفرق كبيرة اجنبية في الهرم او كده فده ممكن سياحة الازياء ممكن تبقى برضو هناك سياحة الجواز اللي زي اللي جمب شارم الشيخ وعملوا او الملياردرات وجمب منطقة الهرمات فكل ده ممكن يتسوق له والفنادق موجودة والامكانيات كلها موجودة والقاعات وكل شي صحيح انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ حسام هزاء عضو اتحاد الغرف السياحية شكرا جزيلا على وجودك معنا